الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بدأت تتفوق على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التقليدية وذلك بسبب ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت عبرها في السنوات الأخيرة الأبحاث تشير إلى أن أعداد المستخدمين الذين يدخلون الانترنت بواسطة الكمبيوتر التقليدي ستستقر قبل أن تبدأ بالتراجع مطلع عام 2015 في المقابل سيرتفع معدل نمو مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنسبة تتجاوز 16% سنويا مجلة الإيكونوميست نشرت دراسة أظهر التفوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لأول مرة هذا العام على حساب أجهزة الكمبيوتر الخاصة في إشارة إلى إزالة أجهزة الكمبيوتر عن عرش التكنولوجيا وتعتبر أنظمة التشغيل السبب الرئيسي الذي يكمن وراء ارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية وذلك لما توفره من تجارب استثنائية تلب تطلعات المستخدمين في الحصول على أجهزة سريعة ومتعددة المهام كتصفح البريد والكتب والألعاب ومشاهدة القنوات الفضائية وغيرها كما أن الهواتف الذكية لاقت رواجا في العالم العربي إذ تراوحت نسبة المستخدمين بين 25 و33% ووصل عدد المستخدمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 32 مليون مستخدم هذا وأضيفت للأجهزة برامج خاصة تعنى بتوقيت الصلاة وتحديد القبلة من أي مكان في العالم لتلبية حاجة المسلمين كفاح زين العربية